طيب عايزة روح كمان مع حضرتك لملفة اخر تم طرحه وهي مسألة بناء المجتمعات ويمكن احنا في مصر هنا شفنا جهود كبيرة تمت لو احنا بنكلم على تمكين المرأة وده ظهر في كل المؤسسات لو بنكلم عن تمكين الشباب ومنتدايات الشباب اللي تمت خلال السنين اللي فاتت ووصول الشباب لمناصب يمكن ما كناش بنشوف فيها هذه الاعمار ومسألة حرية العقيدة وقيام المؤسسات الدينية بدورها في مسألة تثقيف الناس بده وبضرورة وجود ده ومسألة الحديث المستمر عن حقوق الانسان من وجهة نظر كل دولة وما يناسبها وما يعني يتصق مع الهوية هو هذا طبعا ترح في اطار حضرتك تبني المفاهيم الدولية هو طبعا الحقوق الانسان هي ليست حقوق سياسية كما تعلمي فقط هي حقوق متعددة حق المأكل والملبس وفرص تمكين الشباب والمرأة احنا قطعنا شود كبير خلي بالحضرتك انا تمال يقول عبارة مهمة اوي احنا مش محتاجين شهادات حسن السير وسلوك المجتمع الدولي لكي نقول في هذا فكرة تمكين المرأة فكرة استحداث منتدايات الشباب ومؤتمرات الشباب دي كانت مرحلة مهمة جدا قطعت فيها الدولة المصرية صورة مشرفة للغاية موضوع التمكين مش فقط في المناصب السياسية او في المناصب الوزرية لكن انت بتعملي اعداد للشباب جيد بتعملي وفق للتجربة المصرية يعني صحيح ان انت حضرتك بتاخذي خبرات دولية لكن اما انت عملتي مؤتمرات الشباب الدولية واللي حضرها شباب من كل دول العالم بتقدمي صورة مصر الجديدة مصر الجديدة اللي نهاردة بتكلمي فيه دولة عصرية بتقدر تدي فرص لكل شرائح المجتمع المصري الاشكالية الرئيسية هل احنا محتاجين ده عشان نقنع العالم ان احنا بنعمل ده بهدف ان احنا ادي تمكين للمرأة لا لانه احنا بنتحرك وفق خصوصية التجربة المصرية زي ما قلت لحضرتك النهاردة انت بتتبني دوائر جديدة في السياسة الخارجية المصرية انت روحتي عملتي في فترة حكم الرئيس سيسي دوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية في الشرق المتوسط ما كناش نسمع على شرق المتوسط صحيح اما روحتي عملت الصدارة شرقا ناحية اسيا كل دي دوائر جديدة للحركة نوع من انواع التوازن الاستراتيجي طبعا اللي بيتتسم بالحياد الايجابي والانفتاحها للجميع يعني خلينا اقول ان فكرة عقيدة الرئيس السيسي ان صح تعبيري العقيدة السياسية النهاردة بتتطفق مع امرين التطورات الجارية في المجتمع الدولي وانت حضرتك بتتحرك في هذا الاطار وعندك قدرات وامكانيات كبيرة جدا حضرتك بتشيري بالشباب النهاردة بالتأكيد الاشادة بالشباب نتيجة للإعداد الجيد اللي تم ليه النهاردة بتلاقي معاونين بتلاقي مساعدين مزراء بتلاقي في مناصب اعضاء مجلس النواب النهاردة مجلس الشيوخ كل ده في اطار تمكين هذه الشرائح ليه تولي مواقحها بهذه الصورة الجيدة اللي انت تقدر تبني عليها دولة عصرية فالنهاردة انت مش بتتكلمي فقط على مجالات جديدة في السلسة الخارجية طاقة وبتتكلمي على امن السبراني وبتكلمي على التعاملات الدولية والتكنولوجية بتتكلمي ايضا على بناء الإنسان وبناء الإنسان هو الاهم انا في تقديري المكون البشري حضرتك اسما ما لديك لانه لا حديث عن التنمية مستدامة او اصلاح او اي شيء لو ما كان فيه بناء جيد للمجتمع واعداد جيد وتنشئة جيدة وقصص ومرتكزات يبنى عليها هذا الإنسان لكي يتولى موقعه طبعا وفق ايه هذه المنظومة المتكملة صحيح طيب يعني عايز درواتي يعني اتكلم وحديك عن مسألة الأطروحات العربية اللي تمت النهاردة في قمة جدة ويعني النتائج بقى اللي احنا مستنيينها من هذه القمة بعد انتهاء هذه القمة انا في تقديري ان مواقف الدول الخالجية هيبقى مرتبط بحاجتين رد فعل السياسة الامريكية على ما سيجري لانه طبعا النهاردة كانت هناك مطالب مباشرة من قبل الإدارة الأمريكية في مسألة الطاقة في موضوع الطاقة وده الملف الرئيسي لكن موضوع بقى ايران والتهديدات الإقليمية وترتيبات أمنية هتاخد بعض الوقت ربما انا في تقدير عدة أشهر فمش هتقدر يتحكمني عليها لكن الاهم بالنسبة لنا احنا كدول عربية والخليج تحديدا انه وضع الأمور في نصابها الطبيعي ولم يعطي للرئيس الأمريكي شيكا على بياط وأكرر في ملف الطاقة وملفات أخرى موضوع إيران ده ملف مؤجل لأنه إذا وصل الإيرانيين مع الأمريكان لاتفاق نووي إذا نقطوا من أول السطر هتبقى فيه مراجعة كاملة للعلاقات الخليجية الأمريكية وأنا أعتقد أنه الأشقاء في مجلس سعاون الخليجي لديهم الرؤية البديلة الرؤية البديلة ليست الاتجاه إلى أطراف أخرى روسيا أو الصين لأن الشراكة الأمريكية الخليجية أو العربية شراكة ممتدة لسنوات طويلة أكتر من 80 عام فتكلم حضرتك في منظومة للعلاقات وطبعا فيه متغيرات في الإقليم ربما الناس ما تبصش إليها النهاردة السياسة الأمريكية والسجارة الأمريكية بتعيد تأهيل الدول الخليج وحطتها مع الكل مركزي الأمريكية في مهام واحدة فالنهاردة الناس ما تتخضيش لكن ده دكتور طريق نوع من أنواع الإدراك حصل يعني للتغيرات اللي حصلت في منطقة الشرق الأوسط وإحنا كلنا نتكلم عن يعني كمان خصوصا بعد ثورة 30 من يونيو ومطرق من تغيرات داخلية وتوازنات واستراتيجيات يعني مصرية عربية وما نشهده اليوم من توحيد للرؤى يعني خلينا أقول إحنا تملك مصر بند النموذك في الإقليم لأنه أنت عندك استقرار سياسي وأمني واقتصادي وعبرتي بكثير من المراحل الصعبة وبالتالي دول الخليج وهي تنظر لك بتنظر لك نظرة الأخ الكبير يعني بصرف النظر عن ما جرى في السعودية لكن فينها تبقى مصر مصر النهاردة مصر هي نقطة الاستقرار المهمة في الإقليم النهاردة ما يتكلم الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية على دور مصر في القضايا الإقليمية مش في الملف الليبي أو الفلسطيني فقط لأنهم يدركوا مع من يتعاملون إحنا أصحاب تجربة مع سلام مع إسرائيل لسنوات طويلة استقرد بصرف النظر عن التباينات في بعض الرؤى لكن في النهاية أنت أمام دولة مستقرة بتنعم بكل مقاومات الاستقرار في الإقليم في حين أنت أمام إقليم مضطرب بكل ما فيه وبالتالي يعني لابد أن تنظري حضرتك وأنت بتقيمي إلى الإقليم بكل ما فيه آه في مهددات إقليمية في إيران في حالة من إسرائيل لكن لما النهاردة سيد الرئيسي تكلم على منع انتشار الأسلحة النووية هو يقصد إسرائيل حينما يتحدث عن ضرورة أن يكون هناك التزام بمعاهدة الاني بي تي معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وأن تبقى الدول مسؤولة وتبقى فيه مناطق خالية من أسلحة الضمار الشامي دون أن يسمي باسم إسرائيل المعني هنا إسرائيل وبطبيعة الحال إيران وكل القوى العابسة بأمن الإقليم اللغة الرقية قوي اللي النهاردة كانت في كلمة مصر كانت مهمة نحن تتقال بهذه الصورة وتتقال أن نحن بنبحث عن استقرار الإقليم بصورة واضحة ونحن عايزين إقليم مستقر الأطراف العابسة بأمن الإقليم بالمناسبة مش إسرائيل وإيران بس ما أنت قدي أمامك تركيا وأمامك أسيوبيا في الجنوب في تطورات كتيرة في هذا الإطار مصر دولة قوية دولة مركزية ولديها إمكانات وقدرات نهاردة دول الخليج وحضور السيد الرئيس وفق طبعا التطورات الأخيرة طبعا كان إدى زخم كبير للمشاركة العربية الأمريكية